دكتور محمد شكر طيب احنا بنتكلم على مسألة المتطلبات بتاعة العالم مش بس مصر طيب بس كمان انا في مصر بشتغل على ان انا عايزي بقى فيه عندي تصنيع وتوطيل لصناعة السيارات زي وقتك اتكلمت وبنشتغل اكتر على ان انا عايز اعمل بني صناعة السيارات الكهربائية على سبيل المثال ودايما نعود افكر في حكاية صناعة السيارات الكهربائية دي مش دي الحدوتة الحدوتة عندي في البطارية فانا هسأل بقى احنا عندنا او قريبا هيبقى فيه عندي برنامج متعلق بتكنولوجيا الطاقة وهندسة المواد فاقدر اعمل بطاريات نفسي نعمل بطاريات في مصر وحضرتك البعد الدولي حقيقي الكلام بتاعدي مهم جدا اللي هو برضو جزء الاخير ده ليه علاقة بي فالحمد لله جامعة بنسويف التكنولوجيا ايضا حصلت برامج في جامعة بنسويف التكنولوجيا وده كان خبر سعيد ليس على المستوى المحلي على مستوى الجامعة فقط انما يعتبر انجاز على مستوى مصر ان احنا حصلت على الاعتماد الدولي من كوريا الجنوبية من هيئة ايبك للاعتماد البرامج الهندسية وده يعني انجاز كبير من فترة قليلة ان جامعة مصرية في المنطقة وليس فقط يعني على المستوى الاقليمي أو المحلي تحصل على الاعتماد الدولي فطبعا ده يؤهل الطلاب ممكن الى العمل والدراسة ايضا في الدول التي تعترف بهذه المعادلة بالاضافة ان برضو الجامعة حصلت تم اختيارها من مكتب رئيس مجلس وزراء كوريا الجنوبية والمكتب الرئيسي للتعاون للكوريا ان يكون من احد افضل مشروعات على مستوى العالم لكوريا حيث المعاونة الكورية فده طبعا انجاز كبير برضو اللي نتم اختيارها في 2022 كل ده بيساعد على ان ان ده يصب ايضا فيه التعاون الدولي اللي ممكن يساعد على حاجة زي كده ونبقى فيه تطوير اللي هنا اصلا استناعة التكنولوجيا للسيارات الكهربائية هي موجودة في البرامج الحالية بشكل ما يعني موجودة من خلال برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة صناعة السيارة نفسها وصناعة التكنولوجيا السيارات ايضا فالتنين وده اللي برضو فيه محاولة جاري العمل على عمل هذا التكامل بين البرنامجين بحيث ان هم يخدموا ويصبوا في الهدف اللي حضرتك تفضلت به ان يبقى فيه تطور فيه صناعة السيارات الكهربائية فوارد جدا في المستقبل ان يبقى فيه اهتمام ويبقى عندنا توطين لصناعات معينة مبارح ايضا بالمناسبة ايضا احدى القطاعات المهمة في الدولة كانت برضو بتتكلم على تعاون مع احدى الشركات الكبرى في مجال التلفون المحمول مش هنقول اسمها برضو بس هتقول لي لما خلص الحلقة ممكن اقول لحضرتك ليها مصنع في مصر بقى انا عرفت حيث تعمل لسه مصنع في مصر ماشي فبالتالي دول احنا قريدي فيه تعاون اصلا مع احدى كبرى شركات الالكترونيات بس الشركة دي بتصنع حجر بني سوف لا دي واحدة تانية واحدة تانية كمان احنا بنجري قريدي فيه تعاون معها وفيه طالبة عندنا بيتدربوا عندهم فقلا وفيه برنامج يعني مكسف معهم لتدريب الطلبة زي ما الدكتور ريشام قال جزء العملي مهم جدا يعني 60% من شغل الطالب عملي ليس فقط مصانع انما مصانع وداخل الجامعة ايضا بمعامل احنا عندنا معامل جزء منها مجهز بالدعم المصري وجزء اخر مجهز بالدعم الكوري الجنوبي ففيه معامل ممكن يعني متميزة في الجامعة فلتأهيل الطالب ايضا الخريج ان هو يبقى مؤهل اكتر لسوق العمل والتطور العالمي يعني دلوقتي حضرتك احنا ممكن بعد العمل نحو توطين الصناعات في مصر فده ممكن يدي تميز لمصر خصوصا ان على التوازي ماشي تأهيل كوادر للعمل في المجالات دي دي كلها قيم مضافة